اشتركوا في القناة محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صلي عليه في الأولين وصلي عليه في الآخرين وصلي عليه في كل وقت وحين أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله في اليوم العاشر من ذي الحجة حجاجنا الميامين بعد رمي جمرة العقبة ورمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات حينها يتحلل الحاج التحلل الأصغر فإذا طاف طواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر ثم بعد ذلك يذبح الحجاج الهدي والحمد لله اليوم الأمور ميسرة هذا الحج ربما قد دفع ثمن ذلك الهدي مسبقا فنسأل الله عز وجل القبول هذا الهدي أيها الإخوة يذكرنا بقصة سيدنا إبراهيم أيضا مع ابنه إسماعيل عليه السلام حينما عرض إبراهيم صلى الله عليه وسلم الذبح على ولده والله عز وجل قال في كتابه العزيزي يا بني إني أرى في المنامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدنا إن شاء الله من الصابرين قال الله عز وجل فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم حينما أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه إسماعيل ولكم أن تتخيلوا أيها الأحبة أيها الإخوة ذلكم المشهد ابن يستسلم لأمر الله والوالد يمسك بذلكم السكين يريد أن يذبح ابنه قربانا لله سبحانه عز وجل فلما أسلم الاثنين أسلم الوالد وأسلم الولد وتله للجبين يعني جعل وجهه في الاتجاه الآخر وأراد إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل هنا لجأ الكون كله إلى الله سبحانه عز وجل الشجر والحجر والأرض والسماء كل شيء يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء على أن ينجي هذا الولد الصالح فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية يعني يا إبراهيم قد نجحت في الاختبار يا إبراهيم قد استجبت لأمر الله عز وجل كيف وهو أبو التوحيد كيف وهو أبو الأنبياء كيف وهو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم هو رهن الإشارة من ربه سبحانه عز وجل كما يقال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء بلاء مبين إن هذا لهو البلاء المبين بلاء عظيم وأي بلاء أعظم من أن يختبر الإنسان في فلذة كبده حتى يذبحه قربانا لله عز وجل هنا جاء الفرج من عند الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم أو بذبح عظيم الله عز وجل يعطي لإبراهيم عليه السلام كبشا يذبحه في مكان ذبح ابنه وهذا الذي يفعله اليوم الناس في يوم عيد الأضحى المبارك من تلك الأضحية أو من ذلكم الهدي الذي يقدمه الحجاج قربانا لله سبحانه عز وجل فالحجاج الذين يدخلون بالإفراد أو بالقران هؤلاء يجب عليهم هدي يقدمونه قربانا لله سبحانه عز وجل والحاج وهو يذبح الهدي كأنه يذبح تلك الأهواء كأنه يذبح تلك الشهوات كأنه يذبح ذلك التمرد حتى يستسلم لرب العزة سبحانه عز وجل ويفعل كل ذلك من أجل مرضات الله كما فعل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع عظم البلاء ومع عظمة ذلك الاختبار فاز سيدنا إبراهيم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أيضا من الفائزين من الذين يستسلمون لأمر الله سبحانه عز وجل حجاجنا الميامين حج مبرور وذنب مغفور ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته